السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنتكلم في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى عن بديل الترمدول علاج جديد هو بديل الترمدول سعر القرص 6 إجنيه ونص لكن هنتكلم عنه بعد ما نتكلم عن الموضوع وهو موضوع سرعة القذف هذا العلاج يعالج سرعة القذف سنتكلم أولا ما هو سرعة القذف عند الرجال وهنتكلم عن هذا العلاج الذي هو أصبح رسميا ومسجل في وزارة الصحة وهو دواء عالمي وسعر القرص منه 6 إجنيه ونص الأول هنتكلم عن سرعة القذف ما هو سرعة القذف اثنين أعراض سرعة القذف ثلاثة أسباب وعوامل الخطيرة لسرعة القذف أربعة مضاعفات سرعة القذف خمسة التشخيص لسرعة القذف ستة العلاج لسرعة القذف إن سرعة القذف أو القذف المبكر كما يدل اسمه عبارة عن قذف المني أسرع مما يجب يعني اللي يقذف أقل من دئتين من دئتين لخمس دائتين باسمه عنده قذف مبكر إن المصطلح التي تم استعمله في تعريف هذه الحالة هو مصطلح غير موضعي ولكن المقصود به هو القذف أو الضفق الذي يحصل قبل أو مع بداية الجماع دون الوصول إلى النشوة الجنسية مع شريك الحياة القذف المبكر أو سرعة القذف يعتبر أحد المشاكل الجنسية الأكثر شيوعا لدى الرجال تظهر الأبحاث المختلفة إن 30% من رجال العالم يعانون من هذه الظاهرة في مراحل معينة من حياتهم أعراض سرعة القذف إن العرض الرئيسي هو في طبيعته حال سرعة القذف حدوث الضفق في وقت قبل المرغوب به قبل من قبل الزوجين وإحنا قلنا بيبقى دايما اللي بيبقى عنده قذف أقل من دئتين دي بيبقى عنده سرعة قذف يجب التنويق إن أن القذف المبكر يحدث عند الاستمناء وليس وقت الجماع فقط وكمان من أسباب ويخواننا سرعة القذف دهواني العادة السرية العادة السرية اللي معظم الشباب للأسف بيعملوها قبل الزواج ديا بتدمره بعد كده وهو ما هوش واخد باله ماشي ويمكن وصف الحالة ضفق يحدث دائما خلال دقيقة من الإلاج عدم القدرة على تأخير الضفق بعد الإلاج تأخير نفسي على الفرد مثل إحباط ضائعة وتجنب الأوضاع الحميمية وكمان يبقى عنده سرعة قذف للأسف ما بيعرفش يعمل أوضاع حميمية مع زوجته الزمن المتعارف عليه كزمن طبيعي لحدوث الضفق بين الزوجين من ديئتين لعشر دقائق دي يعني الزمن اللي هو منظمة الصحة العالمية وضعته المفروض الواحد ما يقلش عن ديئتين دي لو قال عن ديئتين يبقى عنده سرعة قذف أسباب وعوامل خطيرة لسرعة القذف إن أسباب سرعة القذف الدقيقة إن أسباب سرعة القذف الدقيقة لا تزال مجهولة ومن المعروفة اليوم أن ظاهرة سرعة القذف لا تحدث نتيجة الاضطراب النفسي فقط إنما هناك أيضا عوامل بولوجية تؤدي لحدوث هذا الاضطراب عوامل نفسية هناك من يعتقد بأن حدوث هذه الحالة في السابق نتيجة الأسباب مفهومة قد يؤدي لنمط سرعة القذف مضاجعات كان القذف المبكر فيها بسبب رغبة بتسريع الضفق وإنهاء المضاجعة مثل الخوف من أن يقبض عليه يعني اللعند الموضوع ده ما يعرفش يعمل أي وضع مع زوجته ما بلحقش يعمل حاجة أصلا الإحساس بالزنب الذي يؤدي لإنهاء المضاجعة بشكل سريع العجز الجنسي الرجال الذين يعانون من العانة من العناءة وعدم الانتصاب يرغبون بالوصول لانتصاب سريع أو المحافظ على الانتصاب خلال المضاجعة قد يصلون لنمط القذف المبكر واللي ما بعرفش برضو يحافظ على الانتصاب بتاعه ده برضو بيحصل له قذف مبكر القلق واللي عندهم ألأ برضو يعاني من المصابين من اضطرابات مختلفة منها ما يتعلق بهذه الحالة بشكل مباشر ومنه ما يكون من أمور أخرى مختلفة مشاكل في العلاقات الزوجية والموضوع ده بيعمل مشاكل في العلاقات الزوجية كتير في حال كان الاضطراب جديد وظهر بعد حالات من الضفق السليم مع شركاء سابقين ده والعيز بالله اللي كان بيعمل قبل كده حاجات قبل ما يتزوج يحتمل وجود صلة بين نوع العلاقة بين الزوجين وبين ظهور الاضطرابات الجديدة اثنين عوامل بولوجية مستويات هرمونات غير سليمة مستويات نقالات عصبية غير سليمة منعكسات غير سليمة في جهاز الضفق في الجهاز التنسل يعني اثنين مستويات هرمونات غير سليمة مستويات نقالات يعني عنده مشاكل في الأعصاب وكلام مين ده وفيه برضو اللي بيبعون دون مشاكل في الغضة الضرقية تخيلوا ده هاني بتعمل برضو مشاكل في سرعة القذف واللي عندهم مشاكل في غضة البرستاطا او الاحلال يعني تخيلوا ده كله بيعمل مشاكل في سرعة القذف واللي عندهم مشاكل في جهاز العصب المركزي دي برضو بيعمل مشاكل في سرعة القذف والمخدرات يا أخواننا الناس اللي بتاخد مخدرات وتفكيرهم وما باخدوها بيحصل عدم سرعة قذف لا ده هي بتضمارة كنت مش عارف يعني المخدرات بتضمار الوحد وهو ما هواش عارف تشخيص سرعة القذف يمكن الاستعانة عند وجود مشاكل انتصاب أيضا حالا بفحص هرمونات الجنس الزكورية التوستوريين في مادة اسمها التوستوريين في الجسم ودي اسمها هرمونات الزكورة في جسم الانسان دي برضو ممكن الانسان يعمل لها تحليل ويشوف فيها مشكلة ولا لا علاج سرعة القذف قد يتم علاج سرعة القذف بين العلاج الجنسي العلاج الدوائي والعلاج النفسي على النحو التالي العلاج الجنسي قد يؤدي الاستمناء والضفق قبل الجماع لإطالة الوقت يعني في ناس بقولك يعمل العدس السري للجماع لشان يطل الوقت وده غلط على فكرة حتى كل الدكاترة قالوا الكلام ده غلط مية في المية وما ينفعش خالص ماشي يا أخوان العلاج الدوائي تستعمل العدد من الأدوية لعلاج الاكتئاب في علاج الاكتئاب برضو بمنع سرعة القذف دي للناس اللي عندهم اضطرابات وعصبيين وبيتنرفزوا كتير وكلام من دي دي اللي بياخد مهدئات الموضوع ده برضو بروح من عنده وفيه برضو علاج للمهدئات هب بعمل لكم عنه حلقة ان شاء الله يعني مضادات الاكتئاب برضو يعني هي كويسة في الموضوع ده هوان ماشي وعلاج النهاردة دي بديل للترمدور ان شاء الله عز وجل وفيه مراهم تخديرية تؤدي العديد من مراهم التخدير الموضوع لفقدان الاحساس في القضيب بس دي مشكلتها اللي هي بتعمل بتقلل الاحساس في القضيب فإذا المرأة هي اللي تتمتع والراجل لأ ودي دي مشكلتها وبرضو لو عاوزين حلقة من دي هب بعمل لكم حلقة فيه أدوية معتمدة مخدرة في الصيدريات برضو عن الموضوع ده وفيه طبعا العلاج النفس ايه اللي عندهم قلق او كلام من دي احنا قلنا عليه دي برضو بعمل مشاكل في سرعة القذف العلاج هوان بقى اسمه بريد بوكس بريد بوكس بريد بوكس دواء في شكل أقراص مغلفة صلبة فموية ينتمي إلى فئة الأدوية مسببات قصيرة الأمن هو دي العلاج والشركة بتقول من 18 سنة ل 64 وبرضو يا اخواننا ما فيش حد يستعمله اللي تحت اشراف طبيب ما هي الأثارة الجانبية او اضرار بوورد بوكس الشركة باي اللي بتقول اهيان قبل البدء في صرد التي يمكن تترتب على استخدام بريد بوكس يجب توضيح النقاط التالية الطبيب المعالج قام بوصف بريد بوكس بعد ان تأكد من ان المنافع المترتبة على استخدامه تفوق الأضرار والأثارة السلبية التي يمكن أن تحدث نتيجة استخدامه ليس اسمعوا بقى ليس بالضروري أن يختبر المريض الذي يتناول الدواء كل الأعراض الجانبية التي يتم ذكرها لاحقا ولكن يمكن أن يختبر المريض عرض واحد واثنين ويمكن أن لا يشعر بأي أعراض جانبية على الإطلاق يعني يمكن الواحد ياخد الدواء وما يحصل لش أي أعراض جانبية خالص ثلاثة كبار السن والأطفال أكثر حساسية للأعراض الجانبية التي يمكن أن تنتج عن بريد بوكس الجرعة ومدة الاستخدام من العوامل التي تتناسب طراضيا مع إمكانية حدوث الأعراض الجانبية بمعنى أنما كلما زادت الجرعة وزادت مدة الاستخدام فإن احتماله حدوث الأعراض الجانبية تزداد ولكن بالجرعات الموصة بها ولمدة صغيرة فإن الأعراض الجانبية تظل في إطار المحدود مثل كل الأدوية دي كلام الشركة مثل كل الأدوية يمكن أن يسبب بريد بوكس أثار جانبية على الرغم من أنه لا يصب به كل شخص ومعظم هذه الأثار تكون معتدلة أو متوسطة دي أخوانا سورة إيه؟ دي صورة بريد بوكس يعني عشان برضو دي شكل العلبة ودي الصورة وطبعا الناس اللي عندهم ضغط واللي عندهم كابد واللي عندهم أي مشاكل يسألوا الدكتور عنه الأول إحنا بنحذر أهواني اسأل الدكتور أو صيدالي كويس وشاطر وفاهم عندك ضغط عندك سكر عندك أي مشاكل اسأل الدكتور الأول إحنا إيه بنحذر الناس أهواني ماشي هما برضو الشركة هنا بتقول قبل البدء في صرد بريد بوكس بعد التأكيد المنافع المترتبة على استخدام الأضرار والأسرار السلبية التي يمكن أن تحدث نتيجة الاستخدام هما بقولوا يعني إيه؟ هي أعراضه هو ليه أعراض برضو بس ما هيش كتير زي الأدوية التانية وإن شاء الله عز وجل هنتكلم في المواضيع القادمة عن علاج جديد ودواء جديد وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين